نجمل جمل نادي الأهلي احنا عايزين حتة توتو بقى حتة توتو كده كبتل صالح جمعة نجمل جمل نادي الأهلي ببارك لك الصالح طبعا على البطولة عندك اسرار وعندك عزيمة وادائك مميز جدا في التدريبات بتستنى الفرصة وبتستنى كرم ربنا وبيجي لك الحمد لله حابب تقول الأول في البداية على البطولة وشايف الفترة اللي فاتت إزاي صالح بالنسبة لك طبعا أول حاجة طبعا بمسي عدفاراتنا دي الأهلي وكلناس الموجودين في البداية طبعا حابب ببارك لجمهورنا دي الأهلي على عبطوط الدوري الغالية حابب ببارك لمجلس دارة النادي الأهلي واللاعيب الرجالي طبعا الحمد لله ماشيين بشكل كويس طبعا ماشيين بشكل كويس وصلنا نهاية أفريكا والنهاردة الحمد لله بنحتفل بتاتوجنا بالدوري طبعا ونكملين ان شاء الله في الكاس ان شاء الله بإذن الله اللعبة عندها تصميم بشكل كبير بإذن الله ان شاء الله السلاة ده يبطلنا خشها ناخدها بإذن الله وفيه تعاهد اللعبة كلها اللعبة كلها موتاع عائدة ان شاء الله بإذن الله ان نعمل حفلة تانية بإذن الله ونحتفل ساعتها بالسلسية ان شاء الله بإذن الله كلام كتير فاطر ولكن صالح عنده هدف تركيز في الملعب إصرار لن أستطيع لك صالح زائد صالح لكن صالح بيركز أنا بشوف عن نفسي في التدريبات ودي سما من نسبات صالح يمكن الناس لا تعرفش صالح في الملعب لا صالح بي موت نفس الفلعب لكن هي الفرصة الفرصة وتوفيق عند ربنا بيجي لك وهيجي لك ان شاء الله صالح فرصة ولم يبقى معك مدير فني بيرجع الثقة للعيبة وبيرجع الحب للعيبة وبيقرب الناس من بعض المعضوضة بيفرق بشكل كبير جدا قبل 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 كشخصيات في الفريق بيرجع بيرجع بالإيجابة على المجموعة طبعا رجل من ساعة ما يجيب يتكلم مع الناس اللي بره قبل ما يتكلم مع الناس اللي بره بيتعامل مع الناس كلها بشكل محترم بشكل كويس ناس كلها بتاخد فرص ديك شفت يعني في عدة موشاته ليلة معظم من الشيين لعبه صالح دخل ولعب كل واحد بياخد فرصاته وكل واحد بيتعامل بشكل كويس بيتعامل بشكل محترم وده اللي أهم بالنسبة لي التعامل بشكل محترم وتعامل بشكل راقي يلاقي بالنادي اللي احنا موجودين فيه ويلاقي بيك كمدير فاني النادي الاهلي ده اللي احنا طلبين ومش اكتر من كده فالرجل طبعا عامل حالة كويسة جدا ما بين اللاعبة احنا مبسول ان هو موجود معنا وزي ما انت قلت راح يمركز في شغله ياخد فرصة واثنين يقدر يثبت ان هو جدير ان هو يبقى موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي ويثبت ان هو ان شاء الله بإذن الله ان هو يستحق مكان أحسب من كده جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم بشكل كبير وتحديدا مع صالح جمعة يعني في اي مباراة وفي اي دهائية صالح بالعبة عارفين قيمة صالح الكبيرة وعارفين صالح عنده أكتر من كده بتشوف الدعم والمساندة دي مش جديدة طبعا على جمهور النادي الاهلي لكن انت كصالح جمعة بتشوف الأمر ده يزاي يعني انا كصالح بالأخص يعني انا بحيث اذا كان الجمهور رحي بصالح ا اولا مش حيب بصالح طبعاً أنا بشكر جمهور نادي الأهلي على الدعم اللي بقدموني خلال الفترة اللي فاتت حتى أنا بعيد بأخذ عشر داية وربع ساعة تلت ساعة ناس يعني الحمد لله بتتعامل بشكل إيجابي مع الموضوع الدعم اللي أنا بأخذه من جمهور نادي الأهلي والسابورت اللي أنا بأخذه ده بجد هو هو اللي بيخليني أنه عندي لسه أتموح وأنه أنا عايز أتمرر أنه عايز أبقى موجود أنا بأشوف رد فعلي الناس في الشارع ورد فعلي الناس في الملعب والكلام ده كله ده بديني طبعاً بديني طبعاً كويس جداً أن أنا أفضل مكمل وأن أنا أفضل ديس فأشكرهم طبعاً ودي مش غريبة على جمهور نادي الأهلي أنا بقى يمكن بقى لي فترة طويلة أنا داخل النهارده في سالة سنة في النادي الأهلي الحمد لله يعني دايماً جمهور نادي اللي عمر ومتخلى عني في أي وقت فبقول لهم مبروك وبقول لهم شكراً يعني بقول ل التوت إيه كهربا؟ التوت طبعاً عمالي دور عليه كان هو عمالي تنطط في كل حالة ته كهرباً بس يعني العيب مؤثر شفت النهارده لما بيمركز وبيلعب انت شايف الفارق يعني بيلعبوا بيتحركوا بيروحوا وفيه انطلاقات الكهربا العيب كبير عشان نتكلم عليه العيب مؤثر ووجوده مفيد لنادي الأهلي طبعاً فاحنا مبسود أنه هو موجود معنا وعمل حلقة كويسة جداً ما بين اللعيبة ودمه خفيفة وجدع ومحترم وكل حاجة فأتمنى له التوفيق طبعاً وموسوطه بالجون النهارده أنا طولت عليك لكن أفريقيا الصالح وأفريقيا أهلي هو ده النداء الكبير لكل جمهور النادي الأهلي طبعاً هو ده الهدف بالنسبة لنا خلال فترة اللي جاية كلنا مركزين في الهدف ده بس ما عندناش أي حكا تاني نفكر فيه أخلال الشهر ده غير في الفاينال إن شاء الله عشان بإذن الله بإذن الله السللي مش هنسيبه البطولة بإذن الله حبيبي ربنا خليك مستمرين معكم طبعاً كل مشاهدة ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان تصرحات مهمة جداً طبعاً من نجم الجمل لنادي الأهلي الصالح جمعة